مر علينا أيضا ما جاء في سورة سبع إنها الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة سبع وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها لياليا وأياما آمنين لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام في الحلقة الماضية بشكل سريع بحسب تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها القرى المباركة محمد وآل محمد القرى المباركة عنوان لإمام زماننا الحجة بن الحسن وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة القرى الظاهرة هم الوسائط فيما بين محمد وآل محمد وعامة شيعتهم العباس بن أمير المؤمنين العنوان الواضح والواضح جدا في هذه الآية الشريفة يشرق نوره من كل جوانب حروفها عطر عباسي يفوح من بين جنبات معانيها الآية تتحدث عن القرى الظاهرة القرى الظاهرة الوسائط فيما بين محمد وآل محمد وعامة أشياعهم مراتبهم مختلفة فالعباس مصداق من مصاديق هذه الآية الشريفة والفقهاء المأمونون الممدوحون الذين أرجع الأئمة أشياعهم إليهم هم من مصاديق هذه الآية قطعا كل مصداق بحسب رتبته ومنزلته اليماني هو الآخر مصداق من مصاديق هذه الآية فهو قرية ظاهرة من القرى الظاهرة التي تتحدث هذه الآية عنها وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير فانهض إليه وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين هذه هي القرى الآمنة مثل ما قال إمامنا الرضا لعلي بن المسيب وهو يحدثه عن زكريا بن آدم إنه المأمون على الدين والدنيا مأمون على الدين والدنيا مثل ما يقول إمامنا الصادق عن زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما إنهم أمناء الله على دينه إنهم أمناء أبي وهو يتحدث عن أبيه الباقر هؤلاء هم أمناء أبي وهم أمناء الصادق أيضا سيروا فيها ليالي وأياما آمنين كما حدثنا أبو حمزة الثمالي عن سجاد العترة الطاهرة آمنين من الزيخ بما يقتبسونه من العلم والمعرفة والحكمة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمني لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الآية الشريفة وهي من الآيات المرموزة المهمة جدا ألتقطوا ألتقطوا اللقطة كي أنتقل إلى جهة أخرى في الحديد اليماني مصداق من مصاديق هذه الآية اليماني قرية ظاهرة آمنة فإذا أردنا أن نتحرك باتجاه إمامنا إن كان ذلك في زمان ظهور اليماني فإننا نتحرك ونسير بحسب المنهج اليماني سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فانهض إليه وإن كان الحال كحالنا في هذا الزمن الذي ليس فيه من يماني إننا نقوم بعمل مقارب كي نثبت أننا على نية اليماني وأننا نحب منهج اليماني ومن أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم ذلك هو منطق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وحق حسين هذا هو منطق علي المرتضى صلوات الله وسلامه عليه هذا هو منطقه إننا نقوم بعملية مقاربة كي نكون قريبين من فناء إمام زماننا لماذا ماذا نقرأ في الآية الأخيرة من سورة آل عمران في آخر آية من السورة يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بحسب تفسير علي وآل علي لا بحسب تفسير النواصب وتفسير مراجع حوزة النجف ومن على طريقته في شرق الأرض أو في غربها بحسب تفسير علي وآل علي الذي بايعنا علي يا أيها الذين آمنوا صبروا صبروا على دينكم وصابروا صابروا عدوك ورابطوا رابطوا إمامكم رابطوا الحجة بن الحسن رابطوا إمامكم المنتظر هذه كلمة الباقري صلوات الله عليه روايات وفيرة كثيرة تحدثنا عن هذه الآية الكريمة من أن الصبر يكون صبرا على ديننا على تكليفنا الشرعي وأن المصابرة تكون في مواجهة الذين يحاربون لأي شيء لأننا نرفض المنهج الناصبي الذي جاءتنا به حوزة النجاف يحاربوننا لأجل هذا نحن لا نحمل سلاحا ولا نهدد أمن أحد إننا نطرح الحقائق والحجج الواضحة إننا نصدع بحديث محمد وآل محمد ليس إلا ولكن القوم لا يريدون ذلك يريدون منا أن نكون عبيدا للعجول البشرية الجاهلة بثقافة الكتاب والعطرة التي لا تفقه شيئا إلا من هرائها الناصبي يريدون منا أن نقدس تلك العجول التي لا تساوي شيئا بحسب موازين العطرة الطاهرة وإلا فإننا سنبقى مهددين ومعرضين لكل المخاطر على طول الخط وهذا هو الذي على الأقل عايشته أنا لا أريد أن أحدثكم عن الآخرين على الأقل أنا متأكد من هذا لأنني عايشته ولا زلت أعايشه إلى هذه اللحظة المصابرة هي هذه صابر صابر أعداء محمد وآل محمد الصادق قال للمفضل الناصبة أعداءكم أعداء الشيعة والمقصرة وهم مراجع الشيعة علماء الشيعة هذا الموضوع أشبعته بحثا في البرامج السابقة والمقصرة أعداءنا أنا لا أتحدث عن الجميع وإنما أتحدث عن الغالبية العظمى من مراجع الشيعة من الأموات أو من الأحياء الأئمة هكذا وصفوهم وهكذا تحدثوا عنهم ذموا الكثرة المتكاثرة منهم ومدحوا القلة القليلة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا رَابِطُوا إِمَامَكُمْ الْمُنْتَظَرُ رَابِطُوا الْحُجَّةَ بِنَ الْحَسَنَ المرابطة تكون في الثغور فأين هو هذا الثغر الذي نرابط فيه القرية الآمنة القرية الظاهرة المعلم الشاخص اليماني في وقت ظهوره أما في زمن كزمننا هذا أن نقوم بمقاربة لنفس ذلك المنهج منهجه واضح يدعو إلى صاحبكم هذا هو اليماني يوالي عليا يوالي عليا كما يريد علي لا كما تريد السقيفة ولا كما يريد مراجع النجاف يوالي عليا يدعو إلى الحجة ابن الحسن يوالي عليا يدعو إلى الحق والحق هو إمام زماننا يدعو إلى صراط مستقيم إلى صراط علي وآل علي تلك هي معالم الراية الأهدى إنها راية اليماني المرابطة تكون هنا عند هذه الثغور إذا كنا في زمن اليماني أدركنا قادم الأيام في ذلك الزمن فإننا نرابط في فناء اليماني لأن المرابطة في فناء اليماني ستقودنا إلى المرابطة في فناء الحجة ابن الحسن وإذا كنا في زمن كزماننا هذا فإننا نسعى جهدنا أن نكون في مقاربة وفي مشابهة لخصائصي وأوصافي المنهج اليماني كما قلت لكم قبل قليل من أحب قوما حشر معهم فما بالكم إذا ما حاول أن يتصف بشيء من أوصافهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم فما بالكم إذا ما سعى تمام سعيه أن يعمل عملا مقاربا لذلك العمل وليس في النية فقط يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا رابطوا في فناء إمام زمانكم وهذه المرابطة تتحقق قبل ظهوره في الفترة القريبة من ظهوره أن تكون المرابطة مع اليماني وفي زمان كزماننا هذا يخلو من اليماني أن تكون المرابطة في ثغور ولاية إمام زماننا بنحو المقاربة والمشابهة لمنهج اليماني الذي أمرنا أن ننهض في خدمته وأن نتحرك باتجاهه هذا هو الذي أعتقده وأعتقد أن أحسن شيء وصلت إليه من خلال البحث والتحقيق في طوايا ثقافة الكتاب والعترة إذن اليماني قرية ظاهرة آمنة واجبنا المرابطة في فناء إمام زماننا فأين سنرابط نرابط في فناء هذه القرية الظاهرة الآمنة إن كان كان ذلك في زمان ظهوره فإن لم يكن كزماننا هذا أن نسعى نظريا وعمليا في مقاربة لمنهج اليماني نذهب نذهب إلى فاصل 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 اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية وستقبل أخوان التر حتى ينزل الجزيرة وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات راية الأصهر وراية الأبقع وراية السفياني البرنامج الذهبي وفقاً للمنهج اليماني إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة ألخصه لكم الزبدة الذهبية مرة ذكرها في الحلقات المتقدمة الزبدة الذهبية أعرف أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك وحق حسين إنها جواهر من خلاصة عميق ثقافة الكتاب والعطرة الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك أنني أخاطبك يا أيها الشيعي المهدوي المنتظر المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك ذلك هو البرنامج الذهبي وفقا للمنهج اليماني وفقا لهذه القرية الظاهرة الآمنة برنامج لا يخطر حرف واحد من في أذهان مراجع النجفي الأحياء على الأقل لأن أذهانهم لأن أفكارهم لأن عقولهم مشحونة بقذارات علم الرجال وعلم الأصول بقذارات النواصب لا تجدون فيها شيئا غير هذا وإذا ما تحدثوا تحدثوا بلسان المقصرة تلك كتبهم تفاسيرهم عقائدهم وتلك مواقعهم الألكترونية وعليها أجوبتهم وفتاواهم وهي تنضع تقصيرا وبعدا عن منهج علي وآل علي تلك هي الحقيقة من الآخر تتفقون معي تختلفون معي أنا حر فيما أقول وما أعتقد وأنتم أحرار فيما تقولون وفيما تعتقدون والحساب عند إمام زماننا هناك حينما نقف جميعا يوم القيامة هناك تتضح الحقائق أما إذا أدركنا ظهور إمام زماننا فإن الحقيقة سنراها أمام أعيننا على هذا الصعيد على صعيد هذه الأرض البرنامج الذهبي وفقا للمنهج اليماني خذوا هذا عني وفكروا فيه لا تقبلوا كلامي من دون أن تعرضوا الكلام على عقولكم وابحثوا في حديث العترة أو على الأقل في زياراتهم الموجودة في مفاتيح الجنان وغيره هذه الكتب متوفرة في بيوتكم ابحثوا عن هذه الحقائق ستجدون أن كل الزيارات أن كل الأدعية أن كل القرآن بحسب تفسير علي وآل علي لا بحسب تفسير النواصب أو بحسب تفسير مراجع النجل بحسب تفسير علي وآل علي كل القرآن وكل الزيارات وكل الأدعية وكل الروايات وكل الأحاديث تتلخص في هذه الخلاصة الوجيزة التي أسميتها البرنامج الذهبي البرنامج الذهبي وفقا للمنهج اليماني وفقا للقرية الظاهرة الآمنة التي يسير فيها الذي يريد السيرة ليالي وأيام آمنا مطمئنا الزبدة الذهبية اعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك وما المراد من مرابطة الأحرار نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أحدثكم عن مرابطة الأحرار ترجمة نانسي قنقر